طيب كريم بقى يبدو كده ايه هنسخم بدري بدري لان النهاردة عندنا اخبار وكاوليس مهمة جدا على الاحداث المصاحبة لنهاء دورة ابطال افراج يا كريم انا بقالي اكتر بالحوالي اسبوع من ساعة التعيين باملاكة سيمة عمل اقار اخبار مباراة الاحتزال احنا نتفق طبعا ان هي مباراة تكريم لان حطر مساء ان الناس في الكاف قالوا هي تكريم عشان راجل ما راحش كاس عالة بس فيه فرق بين التكريم والاحتزال التكريم ان فيه حد حس ان هو مصدوم فبيدلو مباراة كبيرة عشان تكريم اللي هو حاكم كويس اللي اعتزال ده قرار تم اتخاذه وقبل غبيل كافل من رجال خلاص هيعتزل طيب انا هقولكو على مفاجأة وده خبر بنسبة 100% رسمي ليه بقى اللي هيعتزل ده هل ينفع يوقع على عقد احتراف مع الاتحاد الافريقي الشهر قبل الماضي بعقد لمدة سنة اكيد لا اولا بملكة سيمة وقع عقد احتراف مع الاتحاد الافريق والاتحاد الدولي في شهر ابريل الماضي على هامش معاصق الحكام النغبة اللي اتعمل في القاهرة في الفترة من 12 الى 16 ابريل استعدادا لمبارايات دور الادوار النهائية في دور ابطال الافريقي وتم اختيار 15 حكم ابرزهم من حكام الخبرة مبلكة سيمة ومصطفى غربال هذا العقد ده ممتد حتى ابريل عشرين اربعة وعشرين العقد ده برقم مدي جيد جدا قد يتخطى ما يقرب من حوالي عشرين الف دولار شهريا وبالتالي هل من المعقول ان حكم مضى هذا العقد شهر قبل الماضي وامامه حتى ابريل عشرين اربعة وعشرين يعتزل لمجرد ادارة نهائية دور ابطال المعلومات دي معلومات مؤكدة ومن مصادر رسمية وكلام موثق جدا ان بملكة سيمة مضى هذا العقد مع خمستاشر حكم ابرز المستبعدين ردوان جايد ماجيتي نداي وبكاري جسامة لكن تم الاستقرار على استمرار بملكة سيمة كحكم محترف بيتقادى راتب شهري من الفيفا والكيف حتى ابريل اربعة وعشرين دي جزئية الجزئية التانية لو الناس بحست شوية حول تاريخ ميلاد بملكة سيمة بملكة سيمة موليد ديسمبر الف تسعمائة وتمانين يعني في ديسمبر المقبل هيتم تلاتة واربعين سنة وسن الاعتزال بالنسبة للحكم الدولي اذا رغب في الاعتزال لغم ان الفيفا ممكن يدي له فرصة ان يكمل بعد الخمسة واربعين كحكم تقنية فيديو خمسة واربعين سنة يعني الراجل لسه في عمره باقي سنتين ونصف ما هو الدعي للاعتزال وهو لسه عنده امم افريقيا في عشرين اربعة وعشرين وتم اختياره من ضمن حكام النغبة ووقع عقد احتراف اذا للمعلومات التي تلقيتها من مسؤولين في الاتحاد الافريقي بملكة سيمة لم يخترهم ابدا بفكرة الاعتزال ووقع هذا العقد الشهر قبل الماضي للاستمرار معهم كحكم محترف حتى ابريل عشرين اربعة وعشرين دي المفاكرة نصير الجدل انت معلومتك صح ماشي لا خلاف عليها افرد بقول افرد بعد المباراة بملكت سيمة الاعتزال هنا عنواجه سؤال ده هنا عنواجه ده ده هنا بقى ساعتها يبقى فيه قضية كبيرة انت حكم وقعت في شهر ابريل تعاقد انك حكم محترف بتتقادراتي بشهري رقم كبير على فكرة رقم كبير جدا على الحكم ممكن في الشهر ما يديرش غير مبارتين او ثلاثة ففرق يا بس ايه ولسه عقدك مكمل لغاية ابريل اربعة وعشرين ما هو الداعي او ما هو المعروض عليك عشان تستعتزله وتترك هذا العقد بعد هذا النهائي يبقى انتشوف النهائي يبقى انتنتظر لغاية لما نشوف النهائي وبعد النهائي هنشوف بملكت سيمة هيقول اول حاجة المطش هيمشي ازاي ان شاء الله وان بازنا الاهلي بطاق باللقب بس اكيد احنا كميديا وكاعلام هنشوف بملكت سيمة بعد المعلومة دي هينفيها ولا هيزبتها واكيد هنكون معاكم هنا في في برنامج في كتفك اهلي مع جيل السي عبر يلا كورا وصفحة جيل السي وهنا اكيد هنرسط لكم اصلي بالتعاقد ده هو لسه قدامه ما يقرب مسلا من حوالي نص مليون دولا غاية لما ينتهي العقد انا مش عايز اقولك المبرر التاني اللي يخليه بسخلها لبا نشوف لكن هو اتعاقد بقى حكا بمحترف ومستمر تبقى للمعلومات حتى الان